ارجعنا لكم من جديد ومكملين فقراتنا بحلقة اليوم من كارفان وهلأ وصلنا معكم لاستضافة كارفانية يوم الجمعة المقبل سيتم افتتاح أو انطلاقة مؤتمر وفعالية الرياضة الإلكترونية 11-1 GamesCon الهدف الرئيسي منها الفعلية هو تأمين فرص عمل وعمل مستقبل لهذا النوع من الرياضات طبعاً هلأ اللي 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 بحضرنا رح يقول شو يعني رياضة الإلكترونية لحتى نتعرف أكتر على هالموضوع معنا بالستوديو فيصل ومؤيد لحتى يحكونا ويشرحونا شو يعني رياضات إلكترونية كيفكم؟ تماماً أخباركم دورينا بكارفان بداية عارفونا عن حالكم مؤيد وفيصل بس قبل يبدأ سؤال سريع المصاري وسخ إدين ولا لا؟ المصاري؟ ليس لسخ إدين ليس لسخ إدين على الشهر حسنا، أنا مؤيد شداد، نحن من أحد مؤسسي ليبل 1 إي سبورتس، أنا مزميلي فيصل دوغلس ليبل 1 إي سبورتس هي أول نادي رياضة إلكترونية في الأردن رياضة الإلكترونية بشكل مختصر هي مسابقات الألعاب الإلكترونية بتصير مسابقات على البي سي، على البلاي ستيشن وحتى على الموبايل بجوائز توصل ملايين الدولارات وفي 2017 مثلاً في 385 مشاهد كان على بطولات الإي سبورتس فهو شيء فعلياً كثير كبير 385 مليون مليون، آه، أنا نسمعت الشيء مليون واو يس، فأنا بلشت مسيرتي برياضة الإلكترونية في 2011 لما بلشت ألعب لعبة اسم هليغوف لجنز شفت الفرق بالمستوى أو الفرق بين الرياضة الإلكترونية الموجودة بره بأوروبا وأمريكا وغيرها وفي المناطق الأخرى والفرق والرياضة الإلكترونية الموجودة في الأردن أو الفعلياً اللي ما كانت موجودة في الأردن ووقتها فإحنا هساً حابين كوننا حكم إننا كلنا جيمورز ومنحب الجيمينج وعننا شغف لهذا الموضوع بدنا نحاول موفر دعم للجيمورز الموجودين في الأردن ونبدأ نطلع الرياضة الإلكترونية هون حلو، طب شو يعني رياضة الإلكترونية لكل عم بحضروني ممكن أنه يستغربوا رياضة الإلكترونية ايش هي ايش تعمل فيها؟ ليش اسمها رياضة؟ ليش اسمها رياضة؟ هي مصابقات ألعاب الإلكترونية سواء على البيسي أو غيرها ليش اسمها رياضة؟ لأنه هي فعلياً تطلب تدريب زي ما الباسكتبول أو كرة القدم تطلب تدريب بس الفرق أنه هذا تدريب منتل ليش فزيكال فاللاعب يطلب أنه يكون عنده رياكشنز كثير عالية يقرأ الجيم بأشياء كثير كثير كبيرة بثواني وبتطلب يعني كثير مينة، هانتو اي كوردنيشن لذلك هي اسمها رياضة؟ نحن كنا نعرف أنه الرياضة هي صحية للجسم وفيها فوائد كثيرة بنلعب رياضة، بنركض، بنزل وزننا الرياضة الإلكترونية، ونكون صريحة هنا شوية مع بعض فيها فوائد، وغير المصاري إذا أنا كنت كثير مقلع وربحت بجائزة وملايين وآخرين فيها فوائد للرياضة الإلكترونية؟ طبعاً، إلها فوائد عقلية مثل ايش؟ مثل تساعد على تنمي الـ problem solving skills عند الناس تساعد على الـ hand to eye coordination، تساعد على الـ reaction speed كل هذه الشغلات تساعد فيها رائب، رائب طيب، ما نشاطات وفاصل من نسمع منك؟ ما نشاطات والفعاليات التي ستكون موجودة بهذه الفعالية أو المؤتمر؟ المؤتمر سيكون في 28-29 جمعة الجمعة سيكون هناك نقاشات عن الإي سبورت من ناس موجودين ووصلوا للحد الأعلى للإي سبورت في العالم ورح يكون هناك كمان virtual reality، رح يكون هناك كار سيمولات رح يكون هناك اللي هو الأهم بطولات الإي سبورت رح يكون هناك جوائز مالية كتير ضخمة على الموضوعات جوائز بنفس الإفنت اللي أنتم عملينه؟ يسهل، رح يكون هناك توزيع للجوائز اللي بفوزه دعونا نشجع الرياضيين الذين تظهروا علينا يجب أن تشجعوا كيف هي القيم الجوائز؟ الجوائز توتل ٢٢٠ ألف دينار مقصمة على سبع ألعاب رهيب، من يمكن أن يشارك بهذا الإفنت؟ أو ما هي الأعمار فيه؟ فئة معينة؟ الفئات العمرية لا يوجد تحديد لها كل الذين يحبون أن يشاركوا وعندهم شغف بالرياضة الإلكترونية يمكنهم أن يشاركوا بهذا المؤتمر ويمكنهم أن يفوزوا الفكرة التي نقوم بها أن هناك سكاوتس سيكونوا في الإفنت ويأخذوا المواهب الموجودة سواء فازوا أو لا ونحاول أن ننمي لهم هذه المهارات رهيب، حلو، طيب أش كنت تسألك؟ دعو الله كنت أسأل شيء ونسيت ما توقعاتكم؟ ما توقعاتكم من هذه الفعالية وهذا المؤتمر الذي سيحدث؟ ما يمكن أن ينعكس على هذا النوع من الفعاليات تصيب الأردن؟ ما تتوقعك يا شباب؟ حسنا، هدفنا من هنا هذا المؤتمر أن أولاً، نغير وجهة نظر المجتمع تجاه الألعاب والرياضة الإلكترونية لأنها فعلياً ممكن تكون وظيفة للناس الموهوبين فيها هذا واحد من أهدافنا ثاني هدف عنا كيف يعني وظيفة بعد إذنك؟ وظيفة؟ كيف أنا شاطر في لعبة أكثر لعبة مشهورة في جوزة الفورتنايت؟ فورتنايت أنا أسمع عنها، صراح وملماء كيف أصبح أعمل مصاري منها؟ كيف أصبح أعمل مصاري منها؟ فكرة النادي، كيف مثلاً ريال مدريد أو برشلونة أعطوا رواتب للعبة والمدربين هذا الأمر موجود في الألعاب هل هناك نوادي؟ نعم، هناك نوادي ونحن أيضاً منهم، نحن أول نادي صحيح، أنا قديم بداية، أنا تسلولوجيا، صحيح حسناً فتصبح تشارك بالنوادي هذه وتوفر لك الداعي من خلال رواتب من خلال الكوتشز منشآت تدريبية وتصبح أيضاً من خلال البطولات التي تشارك فيها وتربحها وتأخذ جوائز جميل، جميل، جميل حسناً، إذا لا يكون لدينا نعرف أن يلعب بالنوادي يمكن أن ينضمنوا النادي لدينا عصاب تعلموني، تعلموني لما أن هذه العملات هي 22 ألف جميل، والمصاري ليس وصخ الأدان تشارك معكم بصراحة، بصراحة، سريعة يبجوز نحن، الوقت اليوم، الحلقة هيك سريعة سريعة سأخبركم، جميل، جميل أن نرى شباب مرتبين، فخمين يعملوا على شيء جديد أنا ليس قديم، حسيت حالي عمري مليون سن ولكن أول مرة أعرف أن أستطيع أن أكون شاطر بلعبة معينة وأدخل عتيم، وأشارك، وأعمل مصاري فإن شاء الله أن ترفعوا اسم الأردن بكل بلاد العالم من وراء الجامع ومن وراء الناس والأسبوع الذي يأتي إن شاء الله سيكون لكم ونجاح كبير وتستمتعوا بالتعامل شكراً لكم جد نورتونا بستوديو كارفان وإن شاء الله بنجاح مصدفكم كم مرة بتكونوا كبرتو أكتر وأكتر بهالنوع من الفعاليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر